دوار البوم حكاية قرية نائية وسط جبال الأطلس تتقطع مسارات أهلها حول قلعة غامضة تضم داخل أصوارها العالية سجنا رهيبا قيل لأهل القرية إن معتقليهم الحدون وأعداء ساعون إلى خراب الوطن لكن الأهالي الذين عملوا حراسا ومكلفين بدفن موت المعتقل سيصدمون بحقيقة القلعة التي ضمت بعد أبنائهم المفقودين الفيلم يصور مأساة الاعتقال السياسي ويحكي رواية معتقلات سرية طبعت مرحلة من تاريخ المغرب أطلق عليها اسم سنوات الجمر والرصاص حضور المعتقلين هو حضور نشعر به داخل الفيلم ونشعر بثقله داخل الفيلم ولكن هذا الثقل نشاهده على محيى الحراس وعلى وجوه الحراس وعائلات الحراس حراس هذا المعتقال تازم مارت أكدس درب ملاي علي الشريف سجون سرية ضمت معارضنا للنظام قبل أن تكشف حقيقتها منظمات حقوقية ويختار المغرب طي صفحة ماضيها الأسود بتأسيس هيئة للإنصاف والمصالحة ورد الاعتبار لضحاياها ودوار البوم الذي حضي بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسعى أيضا إلى حفظ الذاكرة من خلال رصد معاناة أدخلت الجميع أهالي المعتقلين وحراس الزنازين وجيران المعتقل داخل سجن كبير لا صوت يعلو فيه على صوت الضلم ونعيق البوم أحمد المرزوقي أحد الضباط الذين تورطوا في محاولة انقلاب على حكم الملك الراحل الحسن الثاني عام 1971 أحد الناجين من معتقل تازم مارت حيث قدى 18 عاما لم يرى فيها بشرا أو شعاع شمس في سيرته الزنزان رقم عشر حكى بعضا من أهوال وفضائع المعتقل وهو يرى أن محنة المعتقلين تستحق أيضا أفلاما تصور حقيقة ما جرى ما أرى أن كل شيء يتعلق بتازم مارت سواء كان مصرح أو قصة أو أي شيء من هذا القبيل فهو نحب ذوه ونتمنه ولكن الذي يحز في القلب هو أن هذا الفيلم قافز على معاناة الضحايا الحراس كانوا يتمتعون بإمتيازات كثيرة وإذا استثنينا ثلاثة أشخاص نحن مدينون لهم بكل شيء فالكل كان جلاد من الطراز الرفيع حين تخيم رهبة وغموض المعتقل وما تتسرب منه من حكايات تعذيب وبشعة على سكان الضوار الذين تحولوا لحراس زناز لسجانين ومسجونين ولحفار قبور دوار البوم حكاية قلعة غامضة شكلت فترة سوداء من تاريخ المغرب قبل أن تحاول السينما كشف بعد أوراقها فاطمة بغنبر الحرة الرباط